السلام عليكم و اهلا بكم ناردة ان شاء الله هنعمل اكلة جميلة جدا باللحمة المفرومة وصفتنا باللحمة المفرومة متنتهيش تقدر يتعملها في الغداء او في العشاء لذيذة جدا ومغزية وسريعة نبدأها مع بعض بسم الله معي مقدار من اللحمة المفرومة يعني حوالي نص كيلو هضيف عليها بصلايا كبيرة مبشورة من غير المياه طبعا هحط عليها كمان معلقة كبيرة من البقدونس المفروم النعم وتشكيلها من التوابل هحط معلقة صغيرة كده من البابريكا عليها معلقة من الملح معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة من الفلفل اسود معلقة صغيرة من كل حاجة واخيرا معلقة صغيرة من بهرات اللحمة بس التوابل مش كتير يعني لكن في النهاية الطعم حكاية الطعم جميل جدا هقلب كل الخليط ده مع بعض لو انت ضعفت كمية اللحمة وقتها تضعفي كمية المكونات دي كلها هبدأ بقى خلط اللحمة مع المكونات دي كويس جدا لحد ما تنعم معي كل ما تعجنيها اكتر وتنعم معيك وتتماسك تديك النتيجة افضل بعد كده هناخد كور كور من اللحمة دي الحجم اللي تحبيه بقى متوسط كبير تحكمي في برحتك هتكور كده اللحمة دي كويس قوي وبعدين هحطها في الدي تعفرت الدي دي مهمة جدا عشان التسوية ما تمتصش معاي اي دهون هتسويها في الفرن او هتسويها على البتجاز من فوق ما متشربش معاك اي مادة دهنية ايه تعفيرة سريعة كده لكن مؤثرة جدا في الطعم وجميلة يعني تزبط الشكل في النهاية هقلب كده كورات اللحم اللي انا عملتها دي كويس وهكمل الكمية كلها بنفس الطريقة طبعا احنا بعد ما بنكور اللحمة اللي معنا دي اي ان كانت الكمية اللي معنا بعد كده المفروض بنسيبها من 10 دقايق لربع ساعة تستريح برا التلاجة او في التلاجة قبل التسوية علشان تضمن انها تتماسك وتديك نتيجة جميلة خلاص انا هسيبها تستريح ونبدأ نسويها مع بعض على البتجاز لو حاب تسويها في الفرن برضو النتيجة هتطلع جميلة معي ها معي حوالي قطعتين او معلقتين من الزبدة على النار هستنى كده لما تسخن وتبدأ تسيح وبعدين هنزل فيها بكورات اللحمة شوحة لحد ما تاخد لون دهبي هي مش تلزق معيك ولا اي حاجة بالعكس هتتحمر بسهولة جدا لازم اشمعها الاول قبل ما احطها في اي صلصة او في اي صوص علشان ما تفكش مني في الخضار او الاكل اللي انا هحطه فيها دي خطوة اساسية انا هقلبها من وقت للتاني لحد ما تاخدوا اللون الدهبي الجميل هتاخد معي حوالي عشر دعية بس مش اكتر هقلبها كده على الجوانب علشان تاخد لون من كل ناحية يعني مفيش لانبي ياخد لونه التاني لا او على النار برضو هنعمل الصوص اثناء تشويح الكرات اللح معي كده معلقة من الزبدة عليها معلقة من الزيت على النار لما تسخد معي الصوص ده جميل جدا صوص سهل يعني هنزل عليها بمعلقة كبيرة مفرومة من التوم هقلب هقلبها كويس لحد ما يسخد معي التوم ويبدأ ياخد اللون الدهبي اللي احنا كلنا عارفينه بعد كده هنديله تدبيلة سريعة هنديله معلقة صغيرة من الكزبارة الناشفة ومعلقة كمان من الكمون الناشف الكمون المطحون والقلب ده طبعا ريحتها تطلع جدا مع التوم جميلة لو حب تضيفه مثلا شوية من الفلفل اسو تقدري انا برضو في نفس الوقت بقلب كرات اللحم علشان ما تلزقش مني عشان هنطمنها اخدت اللون اللي انا عايزايا وبعد كده خلاص التوم جاهز هنزل عليه بقى بالصوص اللي عندي دي طماطم مبشورة عادي جدا لو انتي حابة تستبدليها بالصالصة جاهزة تقدري تضيفي صالصة جاهزة بدل طماطم الفراش انا هضيف بس معلقة واحدة من الصلصة علشان لون الصوص اللي عندي يبقى لون احمر جميل طبعا استنى عليها لما تبدأ تتسبك وتستوي زي ما احنا عارفين زي ما انت شايفها كده بدأت تغلي معي علشان بس الميا اللي فيها تتبخر اديتها معلقة صغيرة من الملح هنلبها وبعد كده هنزل فيها بقرات اللحم اللي اتشوحت واخدت اللون الدهب الجميل قوي ده ورحتها والله جميلة جدا هنزل فيها بقى بيها حتى بالزبدة اللي تحتها كله هنزل بيه مرة واحدة في الحلة طبعا ديها تاخد من طعم الصلصة وتديها واضف لها تبقى حاجة جنين في خطوة بقى انا عندي بعض المكعبات البطاطس انا محمرها هتحمرها سريع جدا في الزيت علشان ما تستاخدش وقت معيه في التسويق لو انت حابة تضيفيها ماشي حابة تكتفي باللحمة بس ماشي بس هي كده هتكون لك وجبة غزائية جميلة جدا يبقى عندك الخضار وعندك الكفتة فيه يعني ما تحتاجيش تعملي تاني صنف خضار معيها يعني بسهل عليك الموضوع كله مع بعضه هيستوه مع بعض في عشر دقيق استوت معيه وجاهزه غرفتها جميلة جدا ممكن تقدميها بقى مع رز بالشعرية زي ما انا عاملها كده او تقدميها مع رز ابيض مع اي حاجة هتبقى جنين يلا بقى متنسنيش في لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتش وشوفك ان شاء الله في فيديو تيد اشتركوا في القناة